في اليوم الوطني للمحامي رفع الرئيس بوتفليقة في الرسالة التي بعث بها بالمناسبة وقرأها نيابة عنه وزير العدل الطيب لوح عن الانجازات التي حققها قطاع العدالة في الجزائر بالإضافة إلى الامتيازات التي منحتها تعديلات الدستور 2016 في شقه المتعلق بتعزيز مكانة المحامي وحمايته إن تعزيز مقام هذه الهيئة بعد التعديل الدستوري لعام 2016 والنص في هذه الوثيقة السامية على استفادة المحام من الضمنات القانونية التي تكفل له الحماية من كل أشكال الضغوط وتوفر له إمكانيات ممارسة مهنته بكل حرية في إطار القانون هي تعزيزات قوية تضيف لهذه الهيئة المزيد من التمكين والثقة لا سيما وقد جاءت ضمن الأحكام الدستورية المعززة لاستقلالية السلطة القضائية الرئيس بوتفريقا دعا القضاة إلى التصدي لظاهرة الجريمة الإلكترونية والسطوي على الأراضي الفلاحية وقال رئيس الجمهورية أن الحكومة شرعت في اتخاذ التدابير التأمينية المطلوبة كما نؤكد على وجوب التصدي لظاهرة السطو على الأراضي الفلاحية الخصبة وتطبيق القوانين السارية في هذا الشأن بالجدية والصرامة الواجبة وزير العدل طيب لوح من جهته طالب هيئة الدفاع بمضاعفة المجهودات لتدارك بعض النقائص التي يعرفها قطاع العدالة في الجزائر ترجمة نانسي قنقر